شوفنا قبل كده محاولة لتحطيم تيوتا هايلوكس مارسيزيس جي كلاس وكمان شوفنا التسلا والنهاردة معادنا مع سيارة تعتبر من احلام كل رجل مبالغ وكمان مراهق وهي فراري F8 العربية اللي في الفيديو دي تحديدا تمانها ربمائة الف دولار مستعملة فتعالوا نشوف اكبر عملية لتعزيم وحرق الفراري دي خلانا نبتدي الاول بحية خفيفة كده وهي استعراض لقدرات العربية في الدريفتينج وطبعا العربية غنائة عن التعريف مفيش مانع بالمرة واحنا ماشيين كده نغبط بوابة حديد عشان نختبر قوة بدن العربية بعد كده تنقل بقى لمرحلة التعزيم واولها قطع المراية بتاعت العربية الحقيقة الدزاين ما كانش عاجبهم قوي فقرروا انه هم يغيروها ثمن المراية دي 10-3 دولار نروح بعد كده نسوي شوبين هيشترو شوية فاكهة كده هتعرفوا بعد كده هستخدموها في ايه وبعد كده نروح نعمل زيارة للمزرعة السعيدة ومفيش مانع برضو وهو بيركن يغبط له حجر كده ويكسر له شوية في الاكسدام فده مفيش مشكلة خالص بعد كده هيستخدمو العربية في نقل الاعلاف دي من المميزات اللي محدش كان يعرفها عن الفراري ان انت ممكن تستخدم الكبوت الامامي للأعلاف والفتحة بتاعت الكبوت دي لها استخدمات اخرى من ضمنها ان انت ممكن تستخدمها في ان انت هتعبي من خلالها العلاف برضو دي حاجات ما كناش نعرفها عن فراري هتعرفه خلال الفيديو ده ودي حالة العربية بعد ما تم تحميل العلاف الحيوان اللي انتو شايفينه بقى قدامكو ده اللي هو قندس او معرفش اسمه ايه بالضبط خدوف جولة في العربية حسوا انه هو زهقان وملان فقرر انهم يركبوه العربية ويأكلوه كمان تخيل القندس ركب فراري وانت رسه مركبتهاش بعد كده بقى اختبار تاني لقوة بدن العربية عن طريق الترقاع عليه بالفواكه اللي هم اشتروها دي ومفيش مانع في الاخر نرمي شوية زلط كمان هنا بقى اختبار لنظام التعليق والحيالة العربية جميلة اوه من ضمنه مميزات الفراري القوية جدا هي صوت مطورها الجميلة المطور ده مطور قوي بنظام اجزوست عالي جدا بينتج عنه الصوت ده والإجزوست سيستم ده تمنه لوحده 30 ألف دولار تعالوا بقى نكمل استعراض لقدرات فراري في الأفرود ونشوف هل هي فعلا عربية تصلح للأفرود ولا لا ده رفتنج بقى وبرم وفرق على طريق رملة على طريق زراعي على كل اللي انتم ممكن تتخيلوا وبعد كده نخش في العشب ده لحد ما العربية تغرز ومن هنا نعرف انها مش قوية قوي في الأفرود الحقيقة خيبت يظنينها يا فراري بعد كده بقى نعمل تجربة تاني في المطر عشان نبقى قفلنا الأفرود كله ونعمل خمسات كده في المطر ونشوف سباتة العربية عامل ازاي والعربية الحقيقة لا ببار عليها بتعمل دريفتنج في طريق تين زي الفول بس نتعج عندها ان العربية توسخت والاجتزام الأمامي بالفتحة بتاعة الهواء الموجودة دي اتمل الطين وزي ما احنا شايفين كده الموضوع بسيط مجرد هتضرب فيها خرطوم ويا وهترجع زي جديدة بس بعد كده بقى هنتنقل للمرحلة الأخيرة والقوية جدا وهي الدخول بالعربية في الغيت عشان نختبرها العربية تنفع للمزارعين هالعربية تنفع ولا لا وهنعمل برضو نفس القصة دريفتنج وفرق ونشوف امكانات العربية عاملة ازاي المشكلة الاساسية بقى ان حقل الدورة ده كله دورة ناشف ومع فرق العربية زيادة القش بتاع الدورة ده ولع ومسك في العربية زي ما انتوا شايفين كده طبعا هم بيحاولوا الوقت يسيطروا على الموقف ولكن طبعا سخونة الجونت بتاع العربية والتنابير قدت ان النار تزيد لحد ما جي اخينا الزاكي ده وقرر ان هو هيفضي ازاست المية جوه الموتور العربية ولكن الحقيقة الموضوع خرج عن السيطرة وتنقل حتى للعربية الفان اللي هم كانوا بيصوروا بيها وفي الاخر وصلوا المرحلة ان كل اللي قادرين يعملوا دلوقتي ان هما ينتشلوا حاجتهم من العربيات عشان يقللوا الخسائر قدر الامكان قال يعني لما تاخدوا الموبايل بتاعك مثلا من العربية ده كده انت مخسرتش كتير عربية برمعمائة الف دولار زائد عربية فان تاني كمان جنبها بقى وبارة عن كتلة من النار لحد ما جات في الاخر خالص بقى المطوفي عشان تنقذ ما يمكن انقاذه ولكن طبعا بعدما العربية تفحمت وده بقى المتبقي منها ده جنط العربية بعدما اتفحم اللي انتو شايفينه ده لوحة الاعدادات بعدما بقت عاملة زي حتة الكراميل الهايل بقى ان الدسكات بتاعت العربية سليمة زي ما هي وما تأثرتش بالنار حلال فيها الـ 2,250 دولار تمانها ودي بقى وقي المطور بقى ومتى بقى منه مطور 1000 هورس باور اتحرق بالكامل ودي حتة فيبر جلاس كده من بواقي العربية العربية بقت حطام بالكامل وده التيربو بتاع العربية بس الحقيقة طلعنا بحاجة مهمة جدا وهي اللجوهات كلمة فراري ولوجو العربية دول سلام وزي ما هم للعلم ان اللوجو ده تمانه 14000 دولار فلان تمانه غالي ويمكن يقدروا يبعوه بعد كده غسلو بالمية ونظفوه ودي كانت النتيجة بعد الغسيل ونتنقل بقى للمرحلة الاخيرة وهي تحميل العربية عاللي وناش عشان تتصلح وتتردع البارد وتتباع استخدام شايب من البيت للجامع ومن الجامع للبيت ونفقا طيب طيب ترجمة نانسي قنقر